قائمة المنتخب بكرة فيتوريا هيعلنها أول قائمة لي فيتوريا اللي مع أسكر سبتمبر إن شاء الله مين اللي في القائمة؟ خلينا نقول الفترة اللي فاتت دي الرجل يعني تابع كل مطشط الدوري عن قرب بقى رحم مطشط كلها حدد قائمة حوالي من حوالي من 45 لعب الفترة اللي فاتت ديت في أسماء طبعاً ما فيش خلاف عليها في أسماء يمكن نستقرر عليها بشكل كبير جداً وفي جلسة بكرة في مؤتمر صحف إن شاء الله غداً في اتحاد الكرة الساعة واحدة للإعلان أن نكفت تفاصيل الفترة الماضية عمل إيه الفترة الماضية وإيه القائمة الأساسية اللي تكون موجودة في ستمبر قبل ما نقول القائمة إيه أو الأسماء المقربة أو الأسماء القريبة أو الاستقرر عليها أو من ضمن الأسماء الاربعين اسم خلينا نقول إن شاء الله المعسكر هيبدأ يوم 13 ستمبر هو فضل إن نبدأ قبل الأجندة الدولية هينضم كل لعاب المحلين مع هذا لعاب فيوتشر والزمالك عنده الدور التمهيدي في أفراقيا وفيوتشر عنده برضو عندهم في الكنفدريلة الدور التمهيدي فبالتالي كل اللعابة المحلية إن شاء الله يضمها هيبقى بس بدون لعاب فيوتشر والزمالك إن شاء الله يخد مباراتين مع النيجر وليبيريا تحدد معهم إن شاء الله يخدها يوم 23 و27 خلينا نقول ما فيش خلاف كتير يعني يعني ما فيش خلاف كتير طبعا خلينا نقول لعاب الزمالك طبعا هيكون أكتر نادي موجود فيه من القيمة الأساسية للمنتخب لعابة نادي الزمالك طبعا تعرف المستوات اللي قدمها نادي الزمالك في فترة أخيرة وكل ما اعتقد طبعا اللي انت شايف في نادي الزمالك من أفضل لعابة وعنده مجموعة طيبة من اللاعبين طبعا هيبقى موجود من الزمالك محمد عواد فيه الوينش فيه فتوح فيه زيزو فيه إمام عشور فيه يعني لا نمار بقى وحسام عبد مجيد خلينا نقول فيه تمسك من مكالي حتى هذه اللحظة الحد يمكن قبل ساعة كنت عامل متمسك به متواجدين في المعسكر المجب هل بقى منتخب القلومبي هيكون عنده معسكرين معسكر يعني هم يعلموا بكرة الأسماق برضو هيبتدى المعسكر من أول ستمبر لحد يوم 8 ده مش يخد فيه المنتخب القلومبي أي مورات دولية عشان ده خارج الأجندة الدولية هيبقى فيه عنده برضو في شهر ستمبر عنده تجمع دولي عشان خاطر ممكن يخد فيه مباراة أو موراتين طيب إيه اللي حصل فاطل الفاتد دي كان فيه طبعا فيتوريا معجب جدا بعدها نمار وحسام عبد جيد وشايفهم إنهم يصحقوا الانضمام للمنتخب الوطني ولكن فيه تمسك من مكالي بانضمام اللاعبين دولت معهم في المعسكر المجبل اللي هيتم في النصف الثاني أو في معادل الأجندة الدولية للانضمام عشان يدي تجربة أو يشوفهم عشان دولت هيبهم القاومة الأساسية للمنتخب الأرواب من الأسماء الثاني اللي قريبا؟ فيه محمد الشنوي رغم طبعا من الأهلي من الأقرب حتى هذه اللحظة يمكن قبل ساعات مجيلك يعني هو ده كله فيه أربعين لعب وفيه جلسة بكرة مع الجهاز الفني فيه محمد الشنوي شايف أنه عنده خبرات كبيرة جدا لفتر الفاتح دي واسحة الانضمام وفيه محمد عبد المنعم وفيه حمد فتح من الأهلي دولت من الأهلي فيه بقى طبعا أسماء تانية فيه أسامة جلال فيه طبعا لعبة المحترفة طبعا مستثناء محمد النين للأصابة اللي لح قد بي أحمد عاطف فيه أحمد عاطف مرشح أنه يكون موجود شدي حسين يعني ممكن نقول يعني كان موجود بس ممكن ربما يكون يتم استبعاده أحمد رفعت أحمد رفعت موجود في الصورة عمر كمال موجود في الصورة فيه إبراهيم عادل موجود في الصورة فيه عدد كبير موجودين في الصورة فيه دونجا فيه علي جبر فيه أحمد الشناوي حارس بيرامتز فيه رمضان الصبح موجود في الصورة فيه عدد كبير من اللعيبة اللي يكون موجود في الصورة وأعتقد بكرة إن شاء الله فيه جلسة هيتم فيها حسم الأسماء اللي يكون متواجدة إن شاء الله للمتاخذ خلال الفتر